السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة فيه خبر سيء جدا وفاة الفيلة نعيمة اللي هي في حديقة الحيوان اخر فيل في حديقة الحيوان بتاعة الجيزة الفيلة نعيمة ماتت وهي عندها حوالي 40 سنة ماتت بسكتة قلبية وخلاص كده ما فيش فيل تاني في حديقة الحيوان عشان ده كان اخر فيل موجود في حديقة الحيوان اللي هي موجودة في الجيزة وهم حاولوا ينكسوا حياة الفيلة ديت بانهم يعملوا لها اسعافات اولية وحاجات كتير وكل ده باق بالفشل وبرضو الفيل مات وطبعا الناس على الفيسبوك وعلى تويتر مش سايبين الفيل فحاله خالص وعملين يقولوا جبتوا سكتة قلبية للفيل حتى الفيل ماستحملش اللي بيحصل دوت وإحنا طبعا فيه ناس بتقول ده اهمال من حديقة الحيوان لا يا جماعة مفيش اي اهمال ولا اي حاجة هم عصدروا بيان ان الفيل جاله سكتة قلبية وانهم حاولوا ينكسوا حياته وبرضو مفيش اي امل من محاولة الانقاص ديت وجابوله اسعافات اولية وعملوله محلول وعملوله كل حاجة يقدروا يعملوها وفي الاخر برضو الفيل مات هو كان اخر فيه في عديقة الحيوان وما كانش فيه غيره هو بس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة اشتركوا في القناة